أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني زراعي صناعي تجاري فندقي مهني مع درس من دروس مادة الرياضيات والباب الثالث البرمجة الخطية هناخد ايه في البرمجة الخطية؟ أول حاجة ان احنا هنبقى عارفين عندنا نحل تمارين حل متباينات في متغير واحد من الدرجة الأول وبرضو هنحل تمارين على حل متباينات من الدرجة الأولى في متغيرين يعني هيكون عندي سينوسات والبرمجة الخطية هناخد تمارين اللي هي تمارين لفظية وهنشوف ازاي نحولها إلى متباينات بس قبل ما نبدأ عايز افكركم بشوية حاجات وخواص التباين وايه علاقة التباين والفرق بين المعادلة والفرق بين المتباينة وبرضو عايز اقول لكم ازاي نكتب مجموعة الحل وازاي نمثلها على خط الاعداد وازاي نمثلها على المستوى الاحداث تعالوا بينا نشوف مع بعض عندي هنا على الشاشة هنا بيقول لي انا واخد ثلاث حاجات سين اصغر من الالف وسين اصغر من او يساوي الالف وسين اكبر من الالف وسين اكبر من او يساوي الالف عندي هنا فترات هتبقى مغلقة وفترات مفتوحة تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي على خط الاعداد انا عندي هنا سين اصغر من الالف ادي خط الاعداد طبعا ادي الالف ودايما الجهة اليمين موجب مال نهاية الجهة اليسار سالب المال نهاية تمام انا عندي لو كان اصغر بس يبقى الدائرة مفتوحة لان العدد الالف مش معانا من ضمن مجموعة الحل طيب هنا اتجاه اكبر من وهنا اتجاه اصغر من جميل طيب هو بيقول لي سين اصغر من الالف يبقى اكيد ان انا همشي اتجاه اصغر يبقى اتجاه اليسار جميل طيب تعالوا نكتب المتابينة هنكتب اين مجموعة الحل اللي عندي طبعا دي على صورة فترة انا عندي دائما هكتب من الشمال اليمين يعني الفترة تبدأ تمشي كده معايا يبقى مجموعة الحل سالب مال نهاية والالف تعالوا نتفق مع بعض ان سالب مال نهاية وموجب مال نهاية دائما مفتوحة يعني البرة وعندي هنا الالف دائرة مفتوحة يبقى العدد برضو ايه مفتوحة يبقى الفترة اللي عندي سالب مال نهاية والالف اللي اتنين مفتوحين طيب لو حبيت ان انا اقول له سين اصغر من او يساوي الالف نفس الكلام ده لكن الاختلاف في ايه اه حد يقول لي اه صح الالف عندي هنا بقت مغلقة يعني من ضمن مجموعة الحل واتجاه سالب مال نهاية يبقى في الحالة دي هكتب له ادي موجب مال نهاية و ادي السالب مال نهاية هقول له الفترة اللي عندي سالب مال نهاية دائما مفتوحة زي ما اتفقنا والالف هي المغلقة جميل تعالوا نشوف لو كان عندي السين اكبر بس من الالف ولو السين اكبر من او يساوي الالف اذا نفس الكلام ادي الالف دايرة مفتوحة هنا الالف دايرة مغلقة طيب فين الاتجاه اللي اكبر يبقى امشي جهة اليمين يبقى انا عندي هنا طيب يبقى هبدأ من هنا الى هنا يعني من اليسار الى اليمين يبقى الالف والمال نهاية الالف مفتوحة والمال نهاية دائما مفتوحة طيب سين اكبر من او يساوي الالف يبقى الالف مغلقة واتجاه اليمين يبقى انا عندي الف ومالة نهاية الالف هنا مغلقة والمالة نهاية دائما ايه مفتوح طيب واحد يقول لي انا استفدت ايه اقوله لما نيجي نحل تمرين دلوقتي لابد انك انت هتعرف ازاي تمثل الحل على خط ايه الاعداد طيب ايه الفرق بين المعادلة وبين المتبينة واحد يقول لي اول حاجة الاشارة في الاشارات في المعادلة معروفة يساوي طيب في المتبينة اكبر من واكبر من او يساوي واصغر من واصغر من او يساوي طيب مجموعة الحل في المعادلة عدد هيطلع لي عندي عدد طيب في المتبينة فترة ويا اما فترة مفتوحة يا اما مغلقة يا اما مفتوحة من اليمين يا اما مفتوحة من اليسار واخدنا مثال يعني اقول لك 3 سين نقص واحد يساوي خمسة دي شكل معادلة طيب 3 سين نقص واحد اصغر من او يساوي خمسة دي شكل ايه متبين لو هرسمها على خط الاعداد على صورة فترة زي ما احنا عملنا طيب تعالوا نشوف خواص التباين مع بعض يعني ايه خواص التباين اقولك لو ضفت عدد بالموجب او السالب او ضربت في عدد موجب او عدد سالب يا ترى شكل التباين وعلاقة التباين هتتغير والله هتفضل زي ما هي تعالوا مع بعض كده وناخد بالامثلة لو انا عندي الف اصغر من باء انا بقول الف وباء وجيم ثلاثة اعداد حقيقية تمام وبقولك ان الالف اصغر من الباء وعايز اضيف عدد او اطرح عدد يا ترى علاقة التباين هتتغير يعني مثلا الف زي جيم وباء زي جيم يا ترى هتفضل طب واحد يؤدينا مثال اتنين اصغر من خمس ضيف هنا ثلاثة يبقى اتنين زي الثلاثة واضيف هنا ثلاثة يبقى هنا خمسة وهنا تمانية الله ده الخمسة برضو اصغر من تمانية يبقى تظل علاقة التباين كما هي طيب تعالوا نضيف عدد سالب برضو الاتنين والخمسة الاتنين هضيف عليها سالب واحد يعني انا كنت اطرح منها واحد والخمسة هطرح منها واحد اتنين نقص واحد بواحد خمسة نقص واحد باربعة ده برضو الواحد اصغر من الاربعة يبقى اذا كان العدد موجب او سالب تظل ايه علاقة التباين كما هي جميل طيب تعالوا نشوف في حالة الضرب انا برضو هاخد الاتنين والخمسة اضرب الاتنين في تلاتة والخمسة في تلاتة اتنين في تلاتة بكام بستة خمسة في تلاتة بخمستاشر الستة برضو اصغر من الخمستاشر يبقى لما اضرب في جيم ايه اللي يحصل تظل علاقة التباين كما هي احنا بقلنا حاجة واحدة بس القسمة تعالوا بقى نشوف ناخد عدد مثلا هقول ستة اصغر من عشرة تعالوا نقسم على اتنين يعني ستة تقسيم اتنين ماشي وعشرة تقسيم اتنين ستة تقسيم اتنين بكام بتلاتة وهنا خمسة الله ده فضل ازا ما هي يبقى انا لو قسمت على جيم والجيم ده عدد موجب تظل علاقة التباين كما هي الجيم هنا موجب بقي لي حاجة واحدة بس تعالوا نشوف لو هنقسم الستة ودي العشرة هقسم على سالب اتنين ستة على سالب اتنين يبقى سالب ثلاثة وعشرة على سالب اتنين بسالب خمس اه هنا الموضوع اختلف لان السالب ثلاثة على خط الاعداد اكبر من سالب خمس يبقى لما قسم الف على جيم والجيم هنا عدد سالب تتغير اشارة او اتجاه المتبينة يبقى انا عندي في الجمع والطرح والضرب في عدد موجب تظل العلاقة التباين كما هي امال ايه المشكلة عندي المشكلة عندي لما اجي قسم على سالب بايه اللي بيحصل بغير اتجاه ايه المتبينة طيب واحد يقول لي انا عايز اشوف بقى متبينات من الدرجة الاولى في متغير واحد وعايز ابدأ احل سؤال على هذا الكلام ازاي نبدأ نحل تعالوا نشوف مع بعض السؤال الاولاني بيقول لي اوجد حل المتبينة تلاتة سين زائد واحد اصغر من عشرة ومثل الحل بيانيا تعالوا بقى واحدة واحدة كده مع الطلاب يعني حاول تطبق طريقة المدرس وبيشرح لك زي اللي بروح يتعلم في مهنة في ورشة مثلا بيشوف القسطة بتاعه بيعمل ازاي وبيحاول ان هو يقلد طيب نفس الكلام تعالوا نشوف المدرس بيقول ايه بيقول حطي علامة التبين تحت علامة التبين احنا هنجعل المجاهيل في طرف والاعداد في طرف جميل انا عندي الواحد ده ينقل الى الجهة الاخرى وهنطبق المثل اللي بنقوله ايه من حارة الحارة نغير الاشارة يعني هود الموجب واحد يبقى سالب واحد جميل نزل علامة التبين تحتها يبقى هنا ثلاثة سين طب عشرة نقص واحد كام تسعة انا عايزة خليها سين بس طالما في معامل على سين قسم عليه يبقى بالقسمة على ثلاثة يبقى هنا سين طب انا بقسم على العدد موجب تظل علاقة التبين كما هي تسعة تقسيم ثلاثة كام ثلاثة اه تعالوا بقى نشوف الحل انا عندي الثلاثة هي واحد يقول للمغلقة ولا مفتوحة لا مفتوحة عشان مفيش هنا علامة التساوي طب اصغر من اتجاه اليمين ام اتجاه اليسار لا اتجاه اليسار تمام يعني هنا سالب ما لا نهاية يبقى الحل بتاعي سالب ما لا نهاية وثلاثة اتفقنا مع بعض السالب ما لا نهاية دائما مفتوحة وعندي هنا التلاثة ايضا ايه مفتوحة جميل ده كده نحلت المتبينة ومفلت الحل بيانيا على خط الاعداد ممكن يجي لي سؤال تاني ويقول لي اوجد حل المتباينتين الاتيتين معا ادي لك اتنين ثم مثلهما بيانيا يعني انا هنا هدي لك ايه متباينتين مع بعض طب هتعمل ايه قال لك نفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين عليها نمسك نحل كل واحدة مع بعض هنحط علامة التباين تحت علامة التباين انقل الاعداد في الطرف التاني اطبق القاعدة بتاعتي من حرى الحرى نغير الاشارة السالب سبعة هتبقى موجب سبعة علامة التباين نزلت اتنين سين وهنا تمانية طب انا عايز اقسم على كام اقسم على معامل سين اتنين يبقى سين اصغر من اربعة هنا على ايه فترة الحل بتاعتي اصغر من يبقى سالب ما لا نهاية دائما واربعة واربعة معروف ان السالب ما لا نهاية دائما مفتوحة والاربعة هنا عندي مفتوحة طب انا جبت الحل بتاع المتباينة الاولى تعال نشوف المتباينة التانية علامة التباين سالب اربعة سين وهنا سالب تلاتة هنقل الخمسة باشارة مختلفة انزل علامة التباين يبقى سالب اربعة سين سالب خمسة وسالب تلاتة سالب تمانين هنقسم على معامل سين بس انتبه لماذا تنتبه واحد يقول لي عشان هنا هنقسم على سالب يبقى سالب اربعة وسالب اربعة ايه اللي هيحصل لما اسم على سالب اه احنا اتفقنا ان هتغير اتجاه المتباينة يبقى اكبر من او يساوي سالب اربعة مع سالب اربعة يبقى سين سالب على سالب موجب تمانية على اربعة فيها كام اتنين جميل طب انا عندي هنا فترة الحل اكبر من او يساوي اتنين يبقى من اتنين الى مالة نهاية متفقين المالة نهاية دائما مفتوحة انا عندي الاتنين هنا مغلقة محتاج انا بقى الحل المشترك يبقى ان احنا نجيب خط الاعداد ونحط العددين اللي عندي اللي اتنين والا اربعة تعالى نمسك الاولى كانت اربعة مفتوحة واتجاه سالب مالة نهاية جميل الفترة التانية كانت اتنين مغلقة واتجاه اليمين اين تقاطع الحلين الاحمر والاسود هنا عندي في المجموعة في الفترة دي يبقى مجموعة الحل الفترة سالب تمانية واربعة تقاطع الفترة اتنين وتمانية هنعملهم تقاطع مع بعض يبقى اتنين واربعة تب اللي اتنين عندي هنا ايه مغلقة اما الاربعة هي ايه مفتوح اذا انا عندي هنا لما نيجي نقول متبينة في متغير واحد يعني هيظهر عندك السين بس طب لو كانت متبينة واحدة يبقى هيطلع فترة واحدة طب لو عندي متبينتين هيطلع فترتين وتجيب ايه تجيب تقاطع الفترتين يعني انت هنا هنجيب مجموعة الحل هيبقى تقاطع الفترة الاولى مع الفترة ايه الثانية كده احنا حلينا متبينة من الدرجة الاولى فين في متغير واحد تعالوا نشوف بقى متبينات من الدرجة الاولى في متغيرين يعني عندي سين وساط ده شكل المستوى الاحدافي سين سين شرط يبقى سين موجب وسين شرطة سالب فوق ساط موجب تحت ساط شرط باخد المسافات متساوية تماما في النص نقطة الاصل هي صفر وصفر هنشوف رسمة تانية برضو ادي المحور الصدات محور السينات ودي نقطة الاصل وانا عندي هنا المستوى الاحدافي قسم الى اربع اقسام تعالوا نشوف رسمة تانية الربع الاول السين موجب والساط موجب يبقى الربع الاول النقطة موجبة احدثياتها موجبة سين وساط الربع التاني السين بقى سالب والصاد موجب طب الربع التالت السين بالسالب والصاد بالسالب الربع الرابع السين بالموجب والصاد بالسالب هاللحظ الاتي السينات موجبة في الربع الاول والرابع وسالبة في التاني والتالت الصدات موجبة في الأول والثاني وسالبة في الثالث والرابع جميل جدا تعالوا بقى نشوف حل متبينة في المستوى الإحداثي بس قبل ما أحللكم المتبينة دية عايز أن أنا أوضح شوية حاجات معايا دلوقت أقولك زي ما عرفت هناك أن أنا كان عندي لما بقول أكبر من وأصغر من وأكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي هنا الدائرة مفتوحة هنا الدائرة مغلقة جميل طيب عندي في المستوى الإحداثي إيه الجديد عندي قالك ببسيطة خالص في حالة أكبر وأصغر بس نرسم المستقيم اللي هنرسمه عندي منقطة أو متقطعا أي حاجة فيهم تكتب منقطة أو متقطعا يعني هترسمه كذا أما في حالة أكبر من أو يساوي وأصغر من أو يساوي هنرسم المستقيم متصلا يعني إيه متصلا يعني بهذا الشكل بالمستر على طول تاني في حالة أكبر وأصغر على خط الأعداد يدائرة مفتوحة يدائرة مغلقة في المستوى الإحداثي يأما المستقيم متقطع يعني منقط يأما المستقيم متصل جميل جدا طيب أنا ليه بقول الكلام ده على أساس إن أنا لما أجي أرسم أخلي بالي وأنا عندي المستوى الإحداثي بتاعي واتفقنا الأربعة ترباع الربع الأول السين والصاد موجبة الربع الثاني السين بالسالب والصاد بالموجب الربع الثالث الاتنين بالسالب الربع الرابع السين بالموجب والصاد بإيه بالسالب تعالوا نشوف التمرين اللي معانا بيقول لي إيه؟ بيقول لي حل المتبينة سين زائد صاد ملهم أكبر من أو يساوي أربعة في المستوى الإحداثي تعالوا بقى نشوف هنعمل إيه؟ في عندي خطوات للحل أول حاجة تحول المتبينة إلى معادلة يعني هنغير علامة التباين أو إشارة التباين اللي عندي ونحط مكانها يساوي ونرسم مستقيم ونعمله إحداثيات نعمله جدول نضع أعداد للسين يطلع لي قيم للصاد ونرسم على مستوى الإحداثي تعالوا نشوف طريقة الحل مع بعض هنقول له نرسم المستقيم واكتب سين زائد صاد أشيل دي بحط يساوي أربعة وأبص على إشارة التباين أو اتجاه التباين أكبر من أو يساوي فيها يساوي يبقى هنرسمه إيه؟ متصلا وجعمل جدول سين وصاد واخد ثلاث أعداد هل الأعداد دي مفروضة علي؟ لا أنت هتختار الأعداد على مزاجك يعني ممكن تاخد صفر واحد واثنين وممكن تاخد عدد للصاد يطلع قيمة للسين بمزاجك طيب تعالوا عوض سين بصفر يبقى صفر زائد صاد يساوي أربعة يبقى الصاد بأربعة السين بواحد يبقى واحد زائد صاد يساوي أربعة ودي الواحد الهناك يبقى الصاد تساوي ثلاثة وهكذا اللي اتنين يبقى اتنين زائد صاد يساوي أربعة يبقى الصاد بساوي اتنين طلع ليه تلات نقاط مش ممكن يا أستاذ إن المستقيم يترسم بنقطتين آه يترسم بنقطتين بس أنا بديكي النقطة الثالثة عشان تتأكد لأن أي نقطتين هتوصل بينهم مستقيم طب هعرفوا إزاي النقاط عندي صحيحة ولا لا بالنقطة الثالثة تعالوا بقى نشوف هنرسم عندي المحورين أدي محور الصادات وأدي محور السينات أدي السين وأدي الصاد هاخد الأعداد المسافات متساوية واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة سلب واحد سلب اتنين سلب واحد سلب اتنين هكتب على المستوى الإحداثي بكاي جميل وهنا سلب واحد تاني خلي بالك عشان فيه طلبة تغلط وبتختار ده ويكتب سلب اتنين على طول جميل طب ايه اللي عندي هنا بقى تعالوا نشوفوا النقطة الأولى النقطة الأولى صفر واربعة طالما النقطة فيها أصفار إذا انتقع على المستوى الإحداثي خلي بالك من حتة دي يعني السين بصفر يبقى تقع على المستوى الصادي يبقى أنا عند الاربعة هنا واخد نقطة بعمل علامة اكس واعمل داير واحد وثلاث السين بواحد والصد بثلاث أنا ينفع أرسل مستقيم على فكرة لكن قلنا النقطة اللي بتحدد اللي هي النقطة الثالث اتنين واثنين واجي راسم المستقيم بتاعي بالمسترى طبعا يمر في النقاط الثلاثة طب أنا عايز المستقيم دا قسم المستوى الإحداثي إلى جزئين جزئي فوق وجزئي تحت أنا عايزة تحقق فين مجموعة الحل يا تارا هنعمل ايه قال لك في نقطة شهيرة عندنا اللي هي نقطة الأصل دي بعروفة صفر وصفر تعالوا نعوض في المتبينة ونشوف هل النقطة دي تحقق المتبينة أم لا إذا حققت المتبينة يبقى الجهة اللي فيها صفر وصف هي مجموعة الحل طب إذا لم تحقق المتبينة يبقى الجهة الأخرى يبقى هقول له التحقق هتعمل ايه هتعوض بسين بصفر وصف بصفر أكبر من أو ساوى 4 صفر أكبر من الأربع لا يبقى لا تحقق يبقى الجهة اللي فيها نقطة الأصل ليست هي مجموعة الحل يبقى مجموعة الحل الجهة اللي فوق وقل له دي مجموعة الحل جميل يبقى أنا عندي هنا هقول تاني متبينة فين في متغيرين يعني هيظهر عندي السين والصاد الحل هيبقى على المستوى الإحداثي اللي هو ايه سينات وصادات واللي هو متقسم لأربعة أربعة بنعمل ايه بنرسم المستقيم طب عشان نرسم المستقيم بعمل ايه بعمله جدول بختار قيم للسين وعوض في المعادلة يطلع لقيم للصاد طب ممكن نختار قيم للصاد ويطلع قيم للسين دي برحتك يعني مفيش هنا ايه الزام ان انت لازم تاخد للسين طب بختار اي اعداد اه بتختار اي اعداد المهم ان انا يطلع عندي نقاط اقدر امثلها في المستوى الإحداثي زي ما شفنا هنا طب بعد ما رسمت المستقيم لقيت ان انا محتاج اعرف فين اي جهة الحل بختار نقطة شهيرة ولتكن نقطة ايه الاصل اللي هي سين بصفر وصاد بصفر وعوض في المتبينة اذا حققتها اقول له مجموعة الحل هي الجهة اللي فيها صفر وصفر طب اذا لم تحققها اذا هي الجهة ايه الاخر تعالوا نشوف سؤال تاني ده كان الحل اللي عندي تعالوا نشوف سؤال تاني لما جب لك متبينتين مع بعض بيقول لي اوجد حل المتباينتين الاتيتين معا سين زائد صاد اكبر من او تساوي اتنين وسين اصغر من اربعة بيانيا تعالوا نشوف كده ايه مع بعض هنعمل ايه الخطوات اول حاجة بحول متبينة الى معادلة اعمل جدول اختار اعداد لسين او صاد وطلع القيم التانية ثم امثل المستقيم بتاعي على خط على المستوى الاحداث تعالوا نشوف اول حاجة هقول له نرسم المستقيم سين زائد صاد يساوي اتنين تعال بس معايا نشوف هنا قال لي اكبر من او يساوي يبقى هقول له متصلا خلي بالك وجي راسم الجدول سين وصاد خلاص اتفقنا بقى ايه بختار اعداد من عندي طيب يا سيدا انا هاخد مرات يساوي بصفر اشوف السين بكام يبقى سين زائد صفر يساوي اتنين يبقى السين هتطلع باتنين جميل طيب تعالوا ناخد السين بصفر صفر زائد صاد يساوي اتنين يبقى ورده باتنين طيب السين بواحد واحد زائد صاد يساوي اتنين انقل الحارة التانية يبقى الصاد بواحد ايه الجمال ده ده طلعت النقاط اقدر اجيبها بكل ايه سهولة ده المستقيم الاولاني المستقيم التاني بقى نرسم نرسم المستقيم سين يساوي اربعة انتظر هل هناك علامة التساوي لا يبقى هقول له ايه ما له ده منقطا او متقطعا او منفصلا زي ما انت عايز يعني هيكون بالشكل كده وده متصل يعني كده تعالوا بقى نرسم ادي محور الصدات و ادي محور الصينات اتفقنا هناخد الاعداد على مسافات متساوية يعني واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين واحد اتنين مش عايز هنا بالسالب كتير انا عندي كله النقاط موجبة وعلى المحور يعني في الربع الاول طيب ادي واحد اتنين تلاتة سالب واحد سالب اتنين سالب واحد سالب اتنين واحد اتنين تلاتة النقطة الاولى سين بصفر وصد باتنين اتفقنا ان هي تقع فين على المحور يبقى على محور الصدات طب واحد وواحد الربع الاول برافو عشان الاتنين بالموجة اتنين وصفر على محور السينات وارسم ادي المستقيم الاولاني طيب تقدر تجيب لي مجموعة الحل بتاعته تقدر تقول لي اعود بايه اعود بصفر وصفر يبقى التحقق للمستقيم الاولاني سين بصفر والصد بصفر اكبر من او تسوي اتنين هل الصفر اكبر من اتنين لا تحقق يعني الجهة اللي فيها صفر دي مش تبعنا يبقى مجموعة الحل فوق طيب اين حل المستقيم الاخر سين تساوي اربعة سين تساوي اربعة انا عندي المتبينة بتاعتي بيقول لي سين اصغر من اربعة هضيف عندي هنا كمان العدد اربعة وقول له فين السين باربعة هنا السين بواحد السين باتنين السين بتلاتة السين باربعة ادي عندي السين باربعة وارسم المستقيم بتاعي ايه منقطة نحاول نرسمه بلون تاني ادي المستقيم اللي عندي طيب يوازي محور الصداد طبعا طيب اين مجموعة الحل هو اللي اصغر من اربعة اصغر من اربعة يعني اتجاه تلاتة اتنين واحد يبقى اكيد هيكون في الاتجاه نحية نقطة الاصل هنا كده اين تقاطع الحلين اللي هم فيهم ازرق واسود عندي المجموعة دي اجي عامل عليها كده وقوله دي مجموعة الحل فاء مثلا يبقى هقول تاني انا عندي متبينتين في مجهو في ايه في متغيرين سين وصاد عايز احلهم مع بعض هعمل ايه اول حاجة ارسم المتبينة الاولى احنا بنعملها ازاي خطوات معروفة بقى نحولها الى معادلة اشيل علامة التباين وحط يساوي ثم اكون جدول واختار تلات اعداد بمزاجي احط قيم للسين يطلع قيم للصاد او العكس قيم للصاد يطلع قيم لايه للسين عملت الجدول بعد كده ارسم المستوى الاحداثي المستوى الافق السينات والمستوى الرأسي الصادات ومثلت النقاط اللي عندي ورسمت المستقيم اروح للمتبينة التانية كانت سين اصغر من اربعة يبقى المستقيم بتاعي متقطع لان هنا ايه ما فيش علامة التساوي طب واشوف مجموعة الحل طب لو انا قلت سين اصغر من اربعة يعني اتجاه اليمين ام اليسار انا عارف ان الاصغر هو اتجاه ايه اليسار اما الاكبر هو اتجاه اليمين طب ممكن كنت ممكن اخد اي نقطة وعوط في ايه المتبينة هيطلع عندي الجهة اللي فيها صفر وصف هي ايه مجموعة الحل بعد ما امثل المتبينة التانية هلاقي ان في جزء من الحل مشترك اجي كده ايه اقول هو ده مجموعة ايه الحل تعالوا نشوف تمرين تاني مع بعض بيقول لي مثل بيانيا حل المتبينتين صاد اصغر من سالب اتنين سين نقص واحد وصاد اكبر من او يساوي اتنين سين زائد ثلاثة نفس طريقة الحل تعالوا بقى مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه هنقول له نرسم نمرة واحد نرسم المستقيم صاد يساوي سالب اتنين سين نقص واحد طب المستقيم ده فيه فيه علامة التساوي لا يبقى هنا عندي ايه ها سامح حد بيقول لي منفصلا او متقطعا جميل طب وهاعمل الجدول سين وصاد وثلاث اعداد خد صفر واحد اتنين عوض هنا بقى يعني معادلة المستقيم سهلة مسهلة الدنيا صاد لوحدية يعني هتعوض مكان السين مباشرة سين بصفر نقص واحد يبقى هنا سالب واحد السين بواحد يبقى سالب اتنين في واحد بسالب اتنين نقص واحد يطلع سالب ثلاث السين باثنين سالب اتنين في اتنين بسالب اربعة نقص واحد يبقى سالب خمس جميل تعالوا نرسم المستقيم الاخر نرسم المستقيم اللي هو ايه صاد يساوي اتنين سين زائد ثلاثة ده فيه علامة التساوي يبقى متصلا يعني هتعمل ايه ادي سين ودي صاد خد برضو صفر واحد اتنين السين بصفر يبقى هنا تلاتة السين بواحد اتنين في واحد يبقى خمسة السين باتنين اتنين في اتنين باربعة زائد تلاتة سبعة لاحظ هنا عندي الصاد انا هجيبه في النص عندي فيه سالب وفيه موجب سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وسالب خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا سلب 1 سلب 2 سلب 3 تعالوا نشوف النقطة الاولى النقطة الاولى صفر وسلب 1 يبقى تقع على ايه محور الصادات 1 وسلب 3 اهي 2 وسلب 5 جميل وهرسمهم عشان ما نساش بلون اخر جميل جدا تعالوا نرسم المستقيم الاخر 0 و 3 0 و 3 اهي على محور الصادات الموجب 1 و 5 2 و 7 وهرسم المستقيم بتاعي كده خلصتي من الجزء الاولاني تعالوا الجزء التاني نشوف فين مجموعة الحل تعالوا نعوض بصفر وصفر في الاولى يبقى التحقق في الاولى يبقى صفر اصغر من صفر نقص واحد بيقول لي هنا انا اقرأها سالب واحد اكبر من صفر هل سالب واحد اكبر من صفر لا يبقى الجهة اللي فيها صفر وصفر دي ليست هي مجموعة الحل يبقى مجموعة الحل الجزء الاخر او الجهة الاخر ده كان المتبينة الاولى التحقق للمتبينة التانية صفر اكبر من او يساوي صفر زائد ثلاثة هل الصفر اكبر من الثلاثة لا يبقى الجهة اللي هي فيها صفر وصفر دي ليست هي مجموعة الحل إذن مجموعة الحل الجهة الأخرى تعال بقى نشوف أين تقاطع الحلين مع بعض اللي فيهم بالأزرق وبالأسود هلاقي الفترة دي أو الجهة الجزء ده أجي عامله كده على سهم وقوله هنا مجموعة الحل جميل يبقى كده أنا حلت إيه حلت متبينتين مع بعض طيب تعالوا نشوف لو أنا عندي أكتر من متبينة بيقول لي أوجد بيانيا مجموعة الحل المتبينات التالية اتنين سين زائد صاد أكبر من أو يسوي عشرة وسين زائد ثلاثة صاد أكبر من أو يسوي خمستاشر وسين أكبر من أو يسوي صفر وصاد أكبر من أو يسوي صفر طيب إيه الجديد؟ الجديد إن أنا عملت أربعة مع بعض بس خلي بالك في منهم اتنين هما المحاور لما قلوا سين أكبر من أو يسوي الصفر يبقى ده محور الصدات ولما قلوا صاد أكبر من أو يسوي الصفر يبقى ده محور إيه السينات خلي بالك لما قل لك سين يبقى محور الصدات ولما قل لك صاد يبقى محور إيه السينات نفس طريقة الحل الماضية بس هنا أنا هحصرهم بين المحورين المحور الموجب للصدات والمحور الموجب لإيه للسينات مع العددين فيه تمرين مشابه ليه تماما بس فيه فكرة تعالوا نشوف التمرين رقم سبعة بيقول لي عين مجموعة حل المتباينات الآتية معا بيانيا سين زئد اتنين صاد أصغر من أو سوى تمانية وتلاتة سين زئد اتنين صاد أصغر من أو سوى اتناشر والسين أكبر من أو سوى الصف والصاد أكبر من أو سوى الصف ثم أوجد من المجموعة الحل قيم سين وصاد التي تجعل راء أكبر ما يمكن حيث الراء خمسين سين زئد خمسة وسبعين صاد تعالوا نشوف هنحل السؤال ده ازاي مع بعض هو بيقول لي أربع ايه؟ أربع متباينات خلي بالي يبقى نفس الطريقة اللي احنا شغالين عليها هنقول له نرسم المستقيم المستقيم مين؟ سين زائد اتنين صاد يساوي تمانية في علامة التساوي يبقى متصلا وبعديها الجدول سين وصاد صفر واحد اتنين وقول له السين بصفر يبقى اتنين صاد بتمانية يبقى الصاد باربعة السين بواحد يبقى اتنين صاد هتساوي سبعة يعني الصاد بثلاثة ونص السين باتنين هتروح الناحية التانية يبقى ستة يبقى اتنين صاد يبقى الصاد بثلاثة انا كده عندي المستقيم الاولان نرسم المستقيم الثاني تلاتة سين زائد اتنين صاد يساوي اتناش برضو متصلا جدول خلاص بقى اعرفت انت الطريقة سين وصاد تلات اعداد صفر واحد اتنين السين بصفر يعني كأنه مش موجود سين خالص اتنين صاد باثناشر يبقى الصاد بستة لو السين بواحد تلاتة في واحد بتلاتة هتروح الناحية التانية يبقى اتناشر ناقص تلاتة بتسعة على الاتنين يبقى اربعة ونص اتنين في تلاتة بستة لما تروح الناحية التانية يبقى اتناشر ناقص ستة بستة يبقى هنا تلاتة وتعالوا نشوف السين طبعا المحاور هنعرفها دلوقتي قادي محور السينات وقادي محور الصادات اكبر حاجة عندي في الصادات ستة وما فيش عندي سالب يبقى انا لما اجي اختار هختار عندي لحد ستة هقول له واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واكتبها برضو وهنا عندي لحد اتنين ادي واحد اتنين تلاتة وهنا سالب واحد سالب اتنين وهنا سالب واحد سالب اتنين صفر واربعة اتفقنا على المحور الصادات واحد وثلاثة ونص يعني بين الثلاثة وبين الاربعة اتنين وثلاثة فوق الاثنين واصد الثلاثة ده المستقيم الاولاني جميل كان متصلا? اه متصلا. جميل جدا. تعالوا نشوف المستقيم التاني. صفر وستة. واحد واربعة ونص يعني بين الاربعة وبين الخمسة. اتنين وتلاتة. ادي الاتنين والتلاتة هي نفس النقطة ايه? متكررة معانا. تعالوا نشوف. نوصل بين التلاتة نقاط دول. اللي بالاسود وبالايه? طي تعالوا نشوف بقى الرابع. سين اكبر من او يساوي الصفر. يعني محور الصادات اللي هو اتجاه المجبس. هذا. وصاد اكبر من او يساوي الصفر. يبقى محور الصينات المجب فقط. تعالوا نشوف بقى مجموعة الحل اللي عندي. نمسك الاولاني. التحقق. هناخد صفر وصفر. سين بصفر. زقا دي اتنين فصاد بصفر. اصغر من او تساوي تمانية. هل الصفر اصغر من التمانية? ها? اه. يبقى ازا مجموعة الحل اللي فيها صفر وصفر. يبقى الجزء كده. جميل. تبتعالي نشوف التاني. عوض عن السين بصفر. التحقق اللي عندك. صفر زقا صفر اصغر من او تساوي اتناشر. هل الصفر اصغر من اتناشر? نعم. يبقى اكيد مجموعة الحل اللي عندي للمستوى ده اللي هو ايه? اللي انا رسمه بالاسود. هيكون يمر بالنقطة صفر وصفر. يبقى كده. ثم السين اكبر من او تساوي الصفر يعني محور الصداة. يبقى هناخد الجزء اللي هن. هنشوف لون اخر. وليكن الاسود. اهو. سي صاد اكبر من او تساوي الصفر. يبقى انا عندي محور الصنات برضو اللي فوق. هنجد ان فين هما? اصبحوا عندي محصورين. ادي نقطة. ادي نقطة. الشكل ده. ودي اتنين وتلاتة. ودي النقطة صفر واربعة. يبقى محصورين بين الشكل ده. طيب هو عايز ايه? هو مجموعة الحل هنا عندي طلع اربع اعداد. صفر وصفر طبعا مش هنلتفت اليها لان لما نيجي نعوض يعني معناها هتلع بصفار. هنا عندي النقطة كانت آآ صفر النقطة اللي هنا. هنا صفر واربعة. هنا عندي اتنين وتلاتة. اتنين وتلاتة. هدي النقطة. هو بيقول لي ايه اللي يجعل اكبر ما يمكن? تعال نشوف النقطة اللي احنا قلنا عليها صفر واربعة دي. صفر واربعة عوض في المعادلة. يبقى خمسين في صفر زائد خمسة وسبعين في اربعة يساوي. دي بصفر. خمسة وسبعين فاربعة يعني تلتمية. جميل. طب خد النقطة اتنين وتلاتة. خمسين في اتنين زائد خمسة وسبعين في تلاتة. خمسين في اتنين بمية. وخمسة وسبعين في تلاتة بميتين خمسة وعشرين. طبعا ممكن استخدام الحسبة. يبقى تلتمية خمسة وكام وعشرين. طلع عندي هنا تلتمية 25 أكبر من 300 يبقى قيم سين وصاد التي تجعل راء أكبر ما يمكن هي كام 2 و 3 يبقى السين ب 2 والصاد ب 3 تمرين جميل جدا بيقول لي بعد ما حليت الأربع متبينات مع بعض شفت النقاط التقاطع بتاع الشكل الحل الجديد وأعوض في المعادلة اللي هي بسميها معادلة الهدف بعد كده عشان أعرف فين أكبر ما يمكن طلع عندي هنا عندي السين ب 2 والصاد ب 3 طيب تعالوا بقى نشوف عنوان الموضوع بتاعنا كان البرمجة الخطية يعني ايه برمجة خطية البرمجة الخطية دي أول ما ظهرت ظهرت في الحرب العالمية التانية طب هل هي الأغراض عسكرية طبعا هل هي الآن متوقفة بس على الأغراض العسكرية لا ده موجودة دلوقتي في الصناعة والتجارة وأدي الرياضيات عندنا هللاقيها دخلت في مناحي ايه الحياة الكتير هتلاقي بيقولك ايه مصنع يصنع مثلا راديوهات وتلفزيونات يصنع مراوح مش عارف ايه طيب يا طرأ أشغل العمال أدي ايه عشان أطلع مثلا أكبر انتاج أو اننا محتاج مثلا مراوح بالشكل العدد الفلاني تعالوا نشوف مع بعض حل مسائل البرمجة الخطية تمرين 8 ينتج مصنع في اليوم 90 مروح على الأكثر خلي بالك من المصطلحات اللي انا هقولها دلوقت لما أقولك على الأكثر يعني وأقل يبقى العدد ده وأقل لما أقولك على الأقل يبقى تقولي العدد وأكبر يبقى عكسها خلي بالك لما أقولك على الأكثر يبقى تقولي أصغر من ويساوي لما أقولك على الأقل هتقولي أكبر من أو يساوي طيب يقول لي 90 مروحة على الأكثر من نوعين مختلفين ويحقق ربحا في كل مروحة من النوع الأول قدره 5 جنيهات وربحا في كل مروحة من النوع الثاني قدره 7 جنيهات فإذا كان ما يباع من النوع الأول لا يقل عن ضعف ما يباع من النوع الثاني أوجد عدد المراوح التي يجب إنتاجها من كل نوع لكي يحقق المصنع أكبر ربح ممكن خلي بالك بقى في المسائل اللفظية لابد أنك أنت تحاول تطلع المعطيات اللي عندك ماشي؟ احنا بنتكلم على نوعين من المراوح تعال بقى نشوف هنكتبها إزاي إنك تكتب أو تعمل جدول واتطلع المعطيات ده يعتبر نص الحل أنا عندي فيه نوعين من المراوح نوع ألف ونوع بقى طيب العدد بتاحهم كان كام؟ بيقول لي تسعين هفرض النوع اللي عندي ده الأولاني سين والتاني سات المراوحة الأولى سين والتاني إيه؟ سات طيب الربح الأولاني كان خمس جنيهات لكل إيه؟ مراوحة يعني لو عندي مراوحتين يبقى عشرة لو عندي ثلاثة يبقى خمستاشر وسبعة يبقى هقول له خمسة سين وسبعة إيه؟ سات حلو أول عندي بيقول لي بقى في كل مراوحة فإذا كان ما يباع من نوع الأول لا يقل يبقى أنا عندي لا يقل يبقى أكبر من أو يساوي يبقى سين لا يقل عن ضعف ما يباع من نوع التاني يبقى سين ملها أكبر من اتنين سات طيب نشوف بقى المتبينة الأولى متبينة إيه؟ العدد اللي عندي ينتج مصنع في اليوم تسعين مراوحة على الأكثر يعني معناها أصغر من أو تساوي تسعين يبقى هقول له سين زائد سات أصغر من أو تساوي تسعين دي المتبينة الأولى ودي المتبينة الثانية وعندي دلة الهدف اللي هو الربح بتاعي خمسة سين زائد سبعة سات تعال بقى عندك متبينتين وعندك دلة هتعمل إيه؟ انت محتاج تحل المتبينتين معا على أساس تشوف مجموعة الحل فين وتشوف نقاط التقاطع اللي عندك ثم تعوض في دلة الهدف بتحتك اللي هي بتاع الربح دلة الربح اللي عندك عشان تشوف أكبر ربح ممكن لما السين بكام والصد بكام تعالوا نشوف هاخد المعادلات اللي عندي هكتبها مرة تانية بقى المتبينات اللي خدتها سين زائد صاد أصغر من أو تساوي تسعين والمتبينة التانية سين أكبر من أو تساوي تنين صاد وعندي الدلة خمسة سين زائد سبعة صاد دي المعطيات اللي أنا طلعتها تعالوا نمشي نفس الطريقة اللي احنا كنا شغالين بها ازاي نرسم متبينة في متغيرين هقول له نرسم المستقيم مين سين زائد صاد يساوي تسعين متصلا ممتاز واعمل جدول سين وصاد خد مرة السين بصفر ومرة الصاد بصفر سين بصفر يبقى هنا تسعين والصاد بصفر يبقى هنا ايه تسعين طيب أنا عندي هنا ايه اللي هيحصل هاختار مثلا عدد مثلا تاني والسين بعشرة يبقى هنا بكام تمانين جميل عندي هنا المتبينة الاولى المتبينة التانية هنقول له نرسم المستقيم سين يساوي اتنين صاد ايضا متصلا وارسم عندي سين وصاد هاخد صفر يبقى هنا بصفر ممكن اخد عدد كبير ممكن اخد السين بعشرة يبقى هنا بعشرين وهنا بثلاثين ممكن هنا بستين وقادي مستوى الاحداث اللي عندي بس خلي بالك انا هنا عشراء عندي تسعين ممكن اخد كل سنتي بعشرة يبقى عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين عشرة عشرين تلاتين أربعين خلي بالك انا هنا ايه قدرت اتحكم في المستوى الاحداثي بتاعي يبقى هنا خمسين طيب سالب عشرة سالب عشرين النقطة الاولى تمرين سهل وبسيط قربنا نخلصها هوت بيقول لي هنا صفر وتسعين يبقى انا عندي التسعين اهي تسعين وصفر اكمل ستين سبعين تمانين تسعين وعشرة وتمانين ادي العشرة وعندي التمانين اهيه وارسم المستوى بتاعي التانية سين اكبر من او تساوي اتنين صاد ادي صفر وصفر عشرة وعشرين اهي تلاتين وستين اهي وارسم المستوى الاخر تعالوا بقى نشوف مجموعة الحل اللي عندي لما عوض هنا بصفر وصفر اصغر من التسعين هل الصفر اصغر من التسعين للأولاني اه نعم يبقى هنا مجموعة الحل طيب التاني طب صفر وصفر تقع على المحور ما ينفعش يبقى انا هختار عدد تاني هختار مثلا النقطة عشرة وصفر السين بعشرة والصد بصفر هل العشرة اكبر من الصفر نعم يبقى هيكون عندي هنا في المجموعة التانية ماذا نلاحظ نلاحظ ان مجموعة الحل هنا كده المسلس ده ادي النقطة صفر وصفر مش انا اخدها تسعين وصفر وعندي هنا النقطة كام كانت تلاتين وستين اعوض بقى في دلة الهدف اللي عندي يبقى خمسة في تلاتين زائد سبعة في ستين يساوي ادي مية وخمسين زائد ستة في سبعة باتنين واربعين هجمع يبقى صفر سبعة خمسمية وسبعين طب عوض لعشرة وصفر يبقى خمسة في عشرة زائد سبعة في صفر خمسة في عشرة بخمسين لقى هنا هنا اكبر ما يمكن اللي هي كانت خمسمية وسبعين يبقى اصبح عندي السين بكام بتلاتين والصاد بكام بستين يبقى هو عندي هنا هينتج المصنع بقى ينتج كام تلاتين من النوع الاول وستين من ايه من النوع ايه الثاني الى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته